حرق نسخ القرآن الكريم لا يزال يقود أجواء الهدوء في السويد فلا تنفك الأحتجاجات المستمرة منذ أيام تهدأ حتى تنطلق مجددا على خلفية محاولات زعيم حركة سترامكورس المتطرف ذي الوصول الدنماركية راسموس بالودان استفزاز مشاعر المسلمين بدعوته لإحراق نسخ من المصحف ومع تساع دائرة الغضب على المستوى المحلي والعالمي تتواصل تظاهرات المناهضة لهذه الحركة في مدن سويدية عدة أبرزها ملم فيما تقتصر إجراءة الشرطة بشن حملة اعتقالات واشتباك مع المحتجين نجم عنها إصابة العشرات مبررة ازدراء الدين الإسلامي بالقول نا دستور البلاد يتيح التعبير بحرية حتى وإن كانت الحرية تعني مسيرات تحرق فيها نسخ من القرآن الكريم فيما تقمع بالمقابل تظاهرات المناهضة لهذا الفعل والمستفز لمشاعر المسلمين في العالم بيدان هذا الحادث ليس الأول من نوعه في السويد فقبل نحو عامين دعا بالودان إلى مسيرة لحرق نسخ القرآن ما أدى لاندلاع أعمال عنف دفعت الشرطة السويدية حينها إلى إعادة زعيم الحركة المتطرفة إلى الحدود وفرضت عليه حظر دخول البلاد لمدة عامين وفي وقت مبكر من هذا العام حكم على بالودان في موطنه الدانمارك بالسجن لمدة شهر بسبب سلوكه العنصري وذلك بعد مرور أكثر من عام على ترحيله من فرنسا عقب اعتقاله بتهمة السعي لنشر الكراهية بحرق نسخ للقرآن الكريم أما عن الأهداف الخفية وراء هذه الحركة المتطرفة فيؤكد خبراء أن بالودان الذي لم ينجح بعد في جمع التوقيعات اللازمة لدخول في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أيلول المقبل يسعى الآن عبر نشر الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين إلى جذب أكبر قدر من أصوات اليمين المتطرف في استنساخ جديد أكثر تطرفاً لتجارب السياسيين الأوروبيين الشعبويين